اجعل طلباتك واضحة في الحياة وصمم على ما تريده وستجد أن حياتك تتغير ليتحقق ما تريده عندك اجعل الكون يعرف ماذا تريده الكون يجيبك يلا وشو مكتوب عندك؟ اجعل طلباتك واضحة في الحياة وصمم على ما تريده وستجد أن حياتك تتغير ليتحقق ما تريد هذه نسخة 2023 نسخة 2008 موجودة على الانترنت يقول وجه طلبك نسخة المترجمة وجه طلبك للكون ودع الكون يعرف ما تريده ونسوف يستجيب الكون لأفكارك بإذن الله في حلقة سابقة مع دكتور سعي سالم الدرمكي تكلمنا عن حركة العصر الجديد وابنى طاري قانون الجذب اليوم خصصنا حلقة كاملة عن قانون الجذب حاولنا أنه ما نفوت شيء ذكرنا تاريخه بداية نشأته موين ياني القانون أبرز المخالفات الشرعية اللي فيه شبهات حوله حتى نحاول بإذن الله تعالى نغطي الموضوع ككل بس الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة وأن يهدينا ويسددنا معكم سعود الحمادي هذا بودكاست رفوف من منتجات مكتب استوديو حياكم الله بسم الله نبدأ حياك الله شيخ حياك الكريم الله يبارك فيك مرحباك شيخ قبل ما نبدأ بالحلقة اليوم إن شاء الله بنتكلم عن قانون الجذب بالتفصيل إن شاء الله حلقة كاملة عن قانون هذا لكن نبقى شوي نرجع للحلقة الأولية نتكلم عن بعض الأمور الحمد لله يعني ناس كثيرة استفادت من الحلقة في ناس ذكروا تجاربهم السيئة مع حركة العصر الجديد سواء كان مع قانون الجذب أو سقاط النجمة وغيرها في بعض الأشياء العامة حيما نبرد على كل واحد نبقى نذكرها وبعدين نبدأ في الحلقة إن شاء الله منها أن دكتور سعيد ما يعرف عن شو يتكلم في الجانب اللي هي الطاقة مش الجانب الشرعي جانب الطاقة وانت ذكرت بعض الأمور من ويكيبيديا وهذه موسعة مش معتمدة علمية فنباك مرة ثانية تخبرنا عن شو اطلاعك على القانون الجذب أو حركة العصر الجديد كتب دخل دورات شفت فيديوهات فخبرنا عن هذا بداية أنا ذكرتها الموسوعة بالذات لأجل التسهيل على المشاهد بدأ اللي أقول أروح إلى الكتب الفلانية وكتب الفلانية ففي الغالب ما بيروح أما هو يارس في البيت يدخل على الموسوعة هذه على قولتهم لماذا عرفت تقول اسمه أنتن؟ ويكيبيديا طيب كنت أقطعت في اسم نبي بالأنبياء صديقة عجيبة تستغرب من النقد أنت عندك حلقة كاملة مليئة ببعض الحقائق وبعض الأمور والله أنت لا تعرف تنطق الاسم هذا عاتي طبيعي أنا مش ثقافة إنجليزية لكن مش علينا من هالكلام ذكرت هذه الموسوعة بالذات حتى تسهل عليك عملية المراجعة ترجع وتقارن بنفسك هل أنا طلعت على هذه المسائل أو هل هذه الأمور من سماع من أصحابي واصدقائي في المجالس يعني جواب لا طبع أي واحد يتكلم على حكم مسألة خصوصا في الأمور الشرعية إذا ما يكون عنده تصور صحيح لن يستطيع أن يعطي حكما صحيحا القاعدة المنطقية العقلانية تقول الحكم على الشي فرع عن تصوره طيب أنا الآن سأعطي أحكام شرعية إذا أنا ما عندي تصور صحيح سأكون كذب في دين الله سبحانه وتعالى والكذب في دين الله عز وجل والافتراء في دين الله من أكبر الكبار وش اللي يستفيد طالب العلم من أن يكذب على الله وعلى دينه الله عز وجل ماذا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بعضها العلم يقول هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى فالقول على الله عز وجل قرين الشرك فهل يعقل أن يأتي شخص ونحن في هذا العمر قريبين من الآخرة كبير طلب صغير الله تكسر طهير جميعا وأريد أتكلم على علم وأقول عنه أن حرام دو ما فيكم في تصور أسأل الله عز وجل الهداية والسداد والتوفيق والهدف من هذا هو توعية المسلمين بدين الله سبحانه وتعالى وإنقاذهم من براث وثنية خطيرة تؤثر على عقيدتهم الكتب موجودة أنا لما تكلمت على قانون السر قانون السر موجود هذا عندي عندي النسخة القديمة وعندي النسخة المترجمة وعنديها ككتاب وعنديها بيدف مصورة عندي كتب السر جاي ريو هكس طيب كتب كارتول قوة الآن غيرها كتب كثيرة جدا وفي كتب أخرى اللي هي ردت على هذا الفكر بطريقة علمية صحيحة ليس قولي يعني عندي رسائل دكتوراه في الرد على هذا الفكر وبيان خطورته حركة العصر الجديد كتاب لدكتوراه سعودية أخت سعودية أظن نسمها الدكتوراه هاي فإذا ما أخطأت في الاسم طيب لخصت لكم يا أنا في البودكاست السابق ليس الكلام من عندي فقط فهي رسالة محكمة في جامعة معترف بها مطبوعة وموجودة في السوق كتاب آخر من ثلاث مجلدات يتكلم كذاك رسالة دكتوراه يتكلم أو ما جسير يتكلم عن فلسفة التنمية وتطوير الذات وتطرقك لكل هذه المسائل بالنقد العلمي قال الله قال الرسول مع ذكر أقوال العلماء ونقل أقوالهم من كتبهم فهي مستحيل واحد يقول لك والله أن هذا حرام بس لأننا ما داخل مخي فهذا لا يمكن أن يكون في طالب علم نهائيا وذكرت أنه دخلت دوراتهم أظن نعم دوراتهم هم وبدورات في الرد عليهم لا دوراتهم هم موجودة على اليوتيوب المجان ما يحتاج أن يدفع فيها فلوس يعني دخلت في مواقعهم حضرت لهم بعض البثوث طيب ومثلا عندك قانون السق عرار الطاقة له تقريبا عشرين حلقة حضرت كلها وسجلت كل النقاط اللي حواليها الرسائل الكونية حضرت أغلبها طيب هذه بعد وحدة ثانية التي تتكلم لك عن الأمور الكونية ورسائل الكونية وغيرها حضرت لها واستمعت لها معنى والله يعلم والله أنهم يرفعوا الضغط صدق والله أنك لما تسمعه كيف يلعب بدين الله ويستدل على الوثنيات بقال الله قال رسوله أن يرتفع لك الضغط لكن أصلا الله يجعل المزاعة الله يقويك صبرك الأمر الثاني بعيد الشيخ يتعني تعليقات كثيرة على هذا أنتو كل شيء يديد ما تعرفون عنه شيء لساكتوه في السحر والجن وحرمتوه لأنه عندكم جهل فيه وتخافون تتعرفون على الأشياء يديدة تخافون تخوضون في أشياء يديدة نافعة علمية ياية من الغرب مثلا وغيره يقول مثلا من جهل الشيء عادة هذا شيء جديد بالنسبة لك المتكلم يعني هذا ليطرح هذا الاعتراض لأنك أنت ماهم بتطلع فأنت تقول شيء جديد هذا العلم اللي أنت تشوفه قدامك لوثني هذا هذا قد أعد وخطط له قبل مولدك الموجود عندنا الآن هذا هو الثمر الآن اللي بادت تطلع على الساحب هاي الصورة الكبيرة قلت لكم أنا 2015 2014 2015 ما كنا نرى هذا هذا الطغيان لهذه هذا الإلحاد الروحي اللي نشوفه اليوم اللي صاير اليوم 2024 23 شيء طفرة في هذه الوثنيات فأنت تقول شيء جديد لأنك أنت ما تعرف شيء عما مضى ما يوجد في هذه الدورات في علوم الطاقة بأنواعها هذا قد أعد له قبل مئات السنين موضوع عقيدة وحدة الوجود هذه عقيدة موجودة قبل الإسلام قبل الإسلام تطرق لها الفلاسفة قبل الميلاد تكلموا عليها طيب وللأسف الشديد لما دخلت الفلسفة إلى بلاد المسلمين أخذها من يسمى بالفلاسفة يسمونهم فلاسفة الإسلام بعض العلم يسمونهم فلاسفة في الإسلام الإسلام لا يوجد فيها فلسفة لا يوجد فيه فلسفة فهؤلاء الفلاسفة أخذوه أخذوا هذه العقيدة ودخلت إلى بلاد المسلمين فلما أقول لك أن هذين عندهم عقيدة وحدة الوجود أنت أول شيء افهم ما هي وما هي عقيدة وحدة الوجود حتى تفهم عقيدة وحدة الوجود نجب أن تعرف ما هو معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى طيب هذه نقطة طيب من الأشياء الموجودة في علوم الطاقة الحديثة استخدام السحر طيب السحر هذا جديد لقديم قديم لكن تم تغليفه بورق مزين وضعوا لك عليه بعض الورود طلعوا لك إياه في بطاقات تاروت كأنك تلعب ورقة طيب الخرائط الفلكية سحر كهانة توأم الروح الحب وما أدراك ما الحب يقول لك هذا شيء عجيب كيف أنت تدور توأم روحك كيف إرسال النيات موجود عند البعض يقول لك عندهم اجتماعات عالمية هذا عراب الطاقة عندها اجتماع يجلس ويرسل نيات السلام بعضهم عندنا تقول الله التأمل والسلام الداخلي أنا كنت أسمعها سمعتها تقريبا سنة 2017 أذكر كنا في دورة وكان للمدرب يتكلم وانا ما كنت أدرك الموضوع بصورة كبيرة يتكلم عن البرمجة العصبية مع أننا كنا دورة إعداد مدربين فكان يتكلم عن البرمجة العصبية وما مقصر فينا طبعا بس كنت أذكر أني اعترفت عليه بدون ما يكون عندي علم بمسألة البرمجة العصبية يعني أذكر من ضمن أشياء الذكارها سطرادا قال لا توجد حقيقة ثابتة لا توجد حقيقة ثابتة قال واحد زايد واحد كم كنا كنا ثنين قال له احتمال قلت له كيف قال ممكن هدعش قلت له مستحيل قال ممكن أقل أو أكثر قلت له وبعدين قال لحن ما ريد ندخل شافني ملتحي قال ما نبدأ ندخل أمر دينية قلت له لسا دي ما ينفع المسائل العقلية القواعد العقلية ثابتة الأمر الثاني إذا أنت تقول أنه واحد زايد واحد يمكن ما يساوي اثنين أنت وجودك هنا خطأ قال لي ليش قلت له لأنك أنت الآن تعطيني شيء مو بحقيقة فأنت اللي تقوله الآن أحد أمرين إما أن يكون حقيقة وإما أن ما يكون حقيقة فذا قلت لي أن حقيقة هدمت واحد زايد واحد زاوي اثنين وإذا مش حقيقة ليش دافعين لك فلوس نحن جايين نحضر لك تعطينا أشياء مش حقيقية فسمعت مصطلح التأمل والسلام الداخلي يا سلام تأمل وسلام داخلي بعد ما طلعنا على الموضوع طلع التأمل البوذي والهندوسي والسلام الداخلي وحدة الوجود والاتصال بالبراهما طبعا اللي يتكلم بهالكلام عايش في العسل ولا يعرف شيء مجرد إما يكرر ما يسمع قال المدرب من يسوي دورات قالت وحدة أنا أسوي التأمل والسلام الداخلي طيب شو آثاره شو خلفياته العقدية نرجع مرة أخرى فأقول الشيء الجديد حتى نحكم عليه أولا لا يقبل ولا يرد ما نقول لك قبل ولا نقول لك ردة نقول لك عرضة إذا كان له علاقة بالدين عرضة على الدين له علاقة بالعادات والتقاليد أعرض على العادات والتقاليد في البلد ثم بعد ذلك نقبل أو نرفض طيب شاه ندخل في قانون الجذب ويلفت أن يسمونا قانون يعني شو سألفت القانون قانون الجذب هذه القوانين حقيقة أولا اللي دخل في هذا الجانب للأسف الشديد دخل من باب الجهل بالعقيدة الذي يعلم معنى لا إله إلا الله المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ويعلم الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان ويعلم معنى الشهادتين طيب سيستنكر ما تحتوي هذه الأمور كلها القوانين وغيرها من سلوكيات أو ممارسات تخالف الاعتقاد لكن الجهل بهذه المسائل العقدية يؤدي للدخول إلى مثل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجوع الوثنية قبل قيام الساعة جاء في الحريث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان هذه القوانين للأسف انطلت على كثير من الناس ووصلوا فيها إلى مراحل الاعتقاد ليس فقط مجرد التجربة ولها أثرها السيء على سلوكياتهم أولا في تعاملهم مع الله ثانيا في تعاملهم مع أنفسهم ثالثا في تعاملهم مع أقرب الناس إليهم البارحة وأنا أحضر للمادة تتكلم هذه المدربة اختصة بالأمور هذه الوثنية دكتورة شرعية تتكلم عن قضية التخلص من الأفكار التي تبثها الأم فيك يعني لأن أمي لها مكانة عندي طيب فأي شيء تقول لي أنا أتبعها تقول لا غلط طيب هذا شو معنى؟ شو في حواه؟ ليس في حواه أنك أنت نقي الخطأ وخذ الصواب لا تخلص من سيطرة الأم عليك وعيش حياتك وتخلص من القيود فليه أثر ويمكن استمعتم جميعا أو غالبكم للقصة اللي حصلت في مصر من كم من يوم؟ المضيفة التونسية اللي ذبحت بنتها انتشرت انتشرت طبعا وصارت ليست بسر يعني وأنا سمعت حضرة المحاكمة عن طريق اليوتيوب هاي المصورة السبب أنها ذبحت بنتها هو دخول في هذه القوانين دخلت كانت في جلسة تأمل والشخص اللي كان معاها عمل لها بعض الحركات طبعا هذي اللي يقرأ يعرف أن هذا فتح باب الشيطان الأكواد هذه اللي تستخدم الأكواد الكونية وسيتين الكلام عليها بعض قليل هذه تفتح لك بوابات لدخول الشيطان للإنسان وثم سيطرت عليها وعلى ذهنها ثم اعتقدت رأت موسى ورأت عيسى ثم خاطبوها أنها هي مريم العذراء ثم جاه التوجيه الإلهي وكلها طبعا وحي داخلي أنك لازم تصعدين للسماء وسيتم تفجير الأرض الله عز وجل سيلغي الأرض من العالم من الوجود لأن فيها شار فأنت وبنتك طيبت في كل حوال حتى لهم فجرة تصعدين للسماء ليش الحين تسرعين في الموضوع فأسأل الله لها الهداية فقد قتلت بنتها وأرادت أن تنتحر فهذا من الآثار السيئة حقيقة لمثل هذه القوانين طيب من يتكلم عن هذه القوانين للأسف ظهر مجموعة من المتأثرين بالفكر الوثني في الديانات الشرقية الآسيوية هندوسية البوذية الطاوية صاغوا هذه العقائد في صورة قوانين تحكم العالم وأطلقوا عليها قوانين روحانية مثل ديباك شوبراء ألف كتاب أسماء القوانين الروحانية السبع للنجاح دورات كاملة تقام في هذا الكتاب من مسلمين من هو ديباك شوبراء؟ طبيب أمريكي من أصل هندي متأمل الأسماء اللي بنقولها قال كلهم قد درسوا إما من أصول هندية أو درسوا على معلمين هندوس أو بوذية طبيب أمريكي من أصل هندي يعد في مقدمة الروحانيين الهندوس تتلمذ على يد الغورو مهاريشي يوغي الغورو هذه مرتبة متقدمة ده هم مراتب أخذ عنه ما يسمى بالتأمل التجاوزي كان يخلط بين الطب التجريبي وبين فلسفة الدينية عن رضى لكثير من الانتقادات أسسه في عام 96 مركز شوبراء للصحة العامة وروج للتقاريد الهندية التي هي متعلقة بالصحة هذه ونشر معتقدات عن الإنسان وعقيقة الوجود القائمة على العقيدة الهندوسية ومزجها بالمصطلحات الحديثة ذات الظاهر الفيزيائي وله مقاطع في اليوتيوب سمعتها أنا دخلت شفتها يدعي أنه إله نعم هذا بعدها موجود حقيقي توفي بس توفي من قريب في فيديوهات يعني نعم فيديوهات موجودة يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتناقض وعدم الوضوح ومرة يقول والله هو رجل عظيم ومرة يقول متناقض وعدم وضوح أنت فيك جانب إلهي وأنا فيني جانب إلهي طيب هذا كتاب القوانين السبع ما هو القانون نحن القانون نعرف شو هو القانون حتى تسأل واحد شو قوانين المدرسة يقول لك في المدرسة يقول له شو القوانين شو هي القوانين هو القانون عنده ليس القانون بالمعروف عندنا لا القانون يقول لك عنده القانون عملية يصبح بواسطتها كل مخفي ظاهرا شو تقصد من هالكلام وهذا ما يتميزون به أنهم يتلاعبون بالكلام يعطيك كرام عام تقدر تفهم يعطيك كلام أنت تقدر تفسره حسب ما أنت تريد طيب أورد تحته جملة من القوانين منها قانون الطاقة قانون العطاء قانون الكارما الكارما عقيدة هندوسية فيها التناسخ قانون المجهود الأقل قانون القصد والرغبة والنية وأكد فيه على وحدة الوجود قانون الانفصال والتسليم وعدم التعلق قانون دهارما هذا القانون بالذات يقرر فيه ألوهية الإنسان ثم بعد ذلك أصبح كل من يريد أن يقرر عقيدة وثنية باطلة متعلقة بالكون وصفها بأنها قانون حسن يطلع من سالفة أن هذا دين قالك هذا قانون روحاني هذا قانون كوني حتى صار عندنا أكثر من 20 قانون كلهم يدعي أنها قوانين كونية وقوانين روحانية ومنها قانون الجذب أو السر راوندا تقول تم تسجيل القانون هذا عن الحجارة في سنة 3000 قبل الميلاد كيف يابت الله أعلم فهذه سالفة القوانين عندك القوانين الهرموسية تنسى بلا إدريس عليه السلام طيب قوانين الهندوسية البوذية وغيرها صبت في هذه القوالب التي انتشرت بين أيدينا نحن الآن على أساسها قوانين نجاح وهذا اللي تقوم بالأسف دورات التنمية وتطوير الذات ويقدمون للناس على أساس أنه تطوير ذات وهو في الحقيقة تدمير دين وتدمير اعتقاد وتدمير إنسان دعما تتكلم شيخ أن هذا شيء قديم لو تتخبرنا بشكل مختصر عن تاريخ الأمور هذه كيف بدأت أو متى بدأت قانون السر والجذب كتب فيه الكثير وربما 1901 وغيرها في قضية طريقة جذب خصوصا الثروات والمال والوفرة وغير ذلك لكن حاليا أنا أريد أركز على استر وجيري هم البداية طيب إحنا قلنا في وقت قانين إحنا ما نركز على قانون قانون الجذب اليوم نكلم عن قانون الجذب بالذات ليش قانون الجذب بالذات نتكلم عليه لأن منه له تعلقات كثيرة جدا ومنه يحصل الانحراف العقدي ومنه يدخل الإنسان لتعلم هالقانون فيدخل في مستنقع الخروج منه صعب طيب وينك يا استر هذا استر استر وجيري هكذا كتابهم الجميل هذا من أول الكتب اللي ألفت في هذا الجانب طبعاً للعلم استر وجيري ألفوا هالكتاب وألفوا هالكتاب الثاني وبعد هالكتاب طلع عندنا كتاب السر لباير هذا الكتاب اسمه اسأل تعطى وهو أشهر من كتاب كان في البداية في البداية ثم بعد ذلك اشتهر هذا القانون عن طلب كتاب السر لراو ويندا بايرن وذكرت في البداية أنها استفادت من هالكتاب يعني الآن نقرأ لكم أنا من الكتاب المترجم وللعلم الكتاب هذا طبعة الثلاثة وعشرين وأنا أبحث وجدت أن الطبعات مختلفة في الترجمة للعلم الترجمة هالكتاب غير الأصل اللغة الإنجليزية تختلف تماماً عن هذا الكتاب ثنين الترجمات مختلفة أنا عندي ترجمة 2008 وهذه ترجمة هذا 2023 مختلفة بعدما أثرت ضجة على هذا الكتاب وعلى ما فيه من أمور غير شرعية للأسف غيرت بعض الكلمات شو السبب الله مستعب طيب تقول هنا في البداية بنت بنت راوندا بنت بايرل طبعاً يا ستشكر اللي يساعدوها فتقول ومن أجل تعاليمهم الملهمة أو من أجل تعاليمهم الملهمة لكل من دكتور روبرت وجيري وأيثر هكس وتعاليم أبراهام ثم ذكرت كذلك آخرين اللي ساعدوها على إنتاج هذا الكتاب طبعاً هي سوت فيلم فيلم اسمها سكرت موجود على اليوتيوب ولا أنصح بمشاهدة لأن كلها أحلام وردية فهم كلهم يصبون مع بعض طيب كتاب براوندا هذا كتاب السر انتشر انتشار كبير جداً طبعاً هم ساعدوا على انتشاره ولعلها مكتوب نسخة الذكرى السنوية العاشرة وتحصل في مكتوب لك من أكثر الكتب مبيعاً في العالم ترجم لعدد كبير جداً من اللغات من هاللغة العربية طيب طبعاً تلقفوا عندنا دعاة الطاقة عندنا في العرب ظهر عندنا كتاب قانون الجذب النظرية والتطبيق لأخطر قانون كوني لصناع الراشد يعتبر من الكتب اللي ألفت في هذا الجانب وطبعاً لما كتب صلاع الراشد كتب هذا القانون باللغة العربية مع هذه الترجمة ساعد على انتشار هذا الأمر بين الناس الفكر اللي يطرحها دعاة قانون الجذب العرب في الحقيقة يمثل خطر كبير على عقيدة المسلمين ليش أول شي لما تقرأ كتبهم تراهم يؤسلمون الفكر الوثني هذا من سبب اغترار الناس نعم وعيد تعليقات هي اثنى ان مثلا التأمل هذا تفكر رسول صحيح كان يتأمل في الغار يتفكر في الغار بس أقصد يعني الأسلم هاي خلت الناس تغتر يعني كان يتأمل في غار حراء طيب قبل الدعوة قبل الإسلام وما قبل الإسلام ليس بمعتمد هذا واحد اثنين كيف كان يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يتأمل كما يحصل التأمل عند جماعة الطاقة الطاقة عندهم اسكات العقل إصمات العقل يعني لا تفكر في أي شي ما كان هذا التأمل معروف عند العرب ولا عند الإسلام بل جاء الإسلام ونهى عن الصمت ونص العلماء على أن من تقرب إلى الله بالصمت كان مبتدعا ووجاءت في هذا نصوص صريحة ثم قال الخشوع جماعة الخير حكم على الشيفر عن تصوره التأمل في اليوغا التأمل في علوم الطاقة إصمات العقل ما تفكر في أي شي أي شي أبدا وذلك تتردد المانترا المانترا مثل كلمة أوم اللي تدل على ثلاث آلهة طيب أو أي مانترا أخرى أنت تحطيها في راسك وتبدأ تكررها حتى توقف تفكيرك ولذلك عندنا هذا الكتاب قوة الآن قوة الآن يحارب التفكير ويحث على إصمات العقل ويرى أن إصمات العقل يوصلك إلى الاتصال بالخالق أو بحدث الوجود طيب فرق بينه وبين الخشوع أنا لما أخشع في الصلاة شو معنى أخشع في الصلاة؟ تفكر أتفكر في الآيات اللي تقرأ أتفكر في الأذكار الأذكار اللي أنا أقولها يعني ذاك الرجل يقول للنبي صلى الله عليه لا أفقه دندنتك ولا دندنت معاه ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار قال حولها أنه دندن هذا الخشوع الخشوع شو معنى؟ أني أنا أعرف ماذا أقول في صلاتي ماذا أقرأ طيب في فرق بين الأمرين ثم اثنين التأمل البوذي والهندوسي هدفه الاتحاد مع المطلق طبعا أنت اللي تقول لي أن هذا خشوع في حياتك ما سمعت شو معنى مطلق فأنا أقول لك هذا من خلال كتبهم أن اتحاد مع المطلق اتحاد مع الإله لأننا عندهم وحدة الوجود فأنت والكون تمثلون الإله الخشوع إله طيب شف نرجع مثلا كنت أضرب مثالنا الأسلم فهذا هو قضية الأسلم نرجع لأسباب اغترار ليش نقول أن جماعة دعاة قانون الجذب العرب وغيرهم يعني فكرهم خطير جدا يضفون على الفكر الوثني الشرعية وذلك يستدلون عليه بأدلة من الكتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اثنين يثنون على أقطاب ومنظري حركة العصر الجديد يعني مثلا أوشو ديباك شوبرا واين داير وإكهار تولي اللي هذا صاحب قوة الآن هذه الأقطاب الفكر الجديد كلهم درسوا الفكر الوثني أوشو ورده في الهند درس الفلسفة أصبح أستاذا فيها اشتهر بنقده للأديان ودعا للتحرر من تعاليمها لقب بمعلم الجنس بسبب الإباحية الجنسية اللي كان يدعو لها وهو من دعاة التأمل القائم على أسمات العقل لأجل الوصول للاستنارة ويرى بتناسخ الأرواح ودعاة القوانين القوانين العرب للأسف الشديد يوصون فيه ويتفاخرون بكتبه ويترجمونها ويحثون الناس عليها الثاني ديباك شوبرا طبيب مريكي منص الهندي من فلاصفة الديانة الهندوسية تكلمنا عنهم شوي صاحب القوانين السبع واين داير موجودة مقاطعة في اليوتيوب اهتم بالفلسفة الروحية درس على عدد المعلمين الهندوس تعلم ممارسة التأمل التجاوزي وادعا أنه الطريق الأوحد لمعرفة حقيقة الإنسان الإلهية له كتاب قوة العزيمة يعتمد عليه مدرب الطاقة العرب فيما يسمى بإرسال النيات نية الشهر مثلا نية الشهر هذا أنه يكون عندي كذا أو يكون فيه كذا طيب هذه إرسال النيات معتمدية على مثل هذه الكتب إكهاد تولي هذا درس الفلسفة والأدب وكان يرتاد المعابد البوذية أصيب باكتئاب حاد اللي هو صاحب قوة الآن وأظن أبو صل النبي انتحر بس شيطان خليه وكانت تتوقع الله افتكينا مصر من بلا له كتاب قوة الآن هذا الذي يعد من أهم المراجع لكثير من التطبيقات الباطنية الحديثة وكتاب الأرض الجديدة وهذا الكتاب خطير جدا كثير من من انحرف في هذا الجانب كان من أسباب انحرافة قرأت لهذين الكتابين قوة الآن وكتاب الأرض الجديدة طبعا ترجمت مثل هذه الكتب ونشرت بين الناس وكان لها أثرها في نشر هذه العقائد الفاسدة طيب نرجع للأسباب عندنا من أسباب اخترار الناس الأسلمة هل في أسباب ثانية؟ نعم طبعا عندك ليش يغتروا بقانون الجذب بالذات؟ بليش بالقانون الجذب بالذات؟ في فلوس؟ في صحة؟ هم يجذبون الثروات؟ في زواج؟ في سيارة؟ في بيت؟ لا فهو قانون يغري الناس بتحقيق كل ما يتمنونه؟ وبأسهل مما يمكن يعني بس أنت فكر تمنى في نفسك ركز طيب ثنين السهولة فالطرح من قبل منظري قانون الجذب يعني يطلعونك إياه أنه سهل للغاية كيف يعني يقولك فقط أنت وجه سؤالك للكون طبعا ما يقولون الكون يقول وجه سؤالك لله أساسي لطفه العبارة ثم الكون سيتولى المهمة طيب شا سوي؟ أسير أشتريه غير؟ لا لا بس أنت ركز فكر في هذا الشيء اللي تريده وركز عليه طيب وأكده وقول أنا أستحقه وامتن للكون شكر الكون طيب وفي الحقيقة هم يكذبون على الناس ليش يكذبون على الناس؟ أنا الآن سمعت قانون الجذب وابا أشتري السيارة شو تختار من السيارات؟ شو نختار؟ سيارة غالية كذا مثلا والله بنت لي زينة بنت لي ما عرسوك أنا غالية قطاع غيرها غالية خلنا نقول سيارة 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 ضيب بس ما عندي فلوس لها فكرت فيه وركزت عليه وكتبت عندي في البيت لوحة وريد سيارة سيارة نوع كذا موديل كذا خبرت أولادي وخبرت عيالي كلهم جمعات غير مشالله عندنا سيارة 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 ستة القادم وبنسير فيها بإذن الله بالسافر سولها مكان في القراج سولها مكان في المظلة طيب يات شهر ستة ما عندي سيارة بسير لهم تعال يا فلان انت سويتنا دورة وقلت لي ان اذا انت ركزت على الشي وامتنيت للكون وطلبت وثم استقبلت بيأتيك ناشة ريحين من شهر شو بيقول اكيد يدك رسالة كونية انت ما فهمتها اخي والله رحت البريد ما عندي شيئا يقولي لا لا انت ما تفهم باللغة الكونية هناك رسائل كونية طيبا كيف افهمها مثلا لازم تدخل دورة كونية دفع فلوس دفع فلوس يعني في رسائل كونية لازم افهمها نعم بدخل دفعنا طبعا مش خمسمية مئتين خمسة الاف سبعة الاف درهم عشرة لو هم صادقين خلهم يجذبوا الفلوس حق اعمارهم بدون هالدورات هذه زي دفعنا الفلوس حقهم فضلوا تعلمنا قال طيب من ضمن التعليمات اللي بتيك يقولك انت بعد ما ترسل طلبك للكون لازم تنظر الى الرسائل الكونية اللي ستأتيك بعض الاحيان قد يأتيك رقم شو الرقم قد لازم انت تتأمل في الكون لا تهمل الرسائل اللي تأتيك مثلا انت شفت رقم سبعة سبعة اي هذا الرقم خاص بالتنظيف تنظيف شو الشاكرات وتنظيف الكارمة حلو جميل طيب كيف انظف اعطوني شي فيه ادوات فيه مواد تنظيف قال لا تنظيف هذا يحتاج دورة لا لا صحيح بالطريقة حتى لازم تدخل دورة اسمها تنظيف الكارمة او تنظيف الشاكرات حلو كام ادفع لذلك بعض الناس يقولوا والله هذه دعاة الطاقة بالعكس ناس طيبين منزليلنا دورة قانون جذب لاش مجانية لا حبيبي هاي مجانية عساس هاي البوابة اللي بتدخل منها انت وبتدفع طيب يأتوك الى موضوع الحوار الكوني تحاكي الكون طبعا فيه ارقام معينة دخلوا فيها الجماعة بعد وصورت نفس العبته للاطفال رقم سبعة كذا رقم بعد عندهم الكود الكود اللي المهم جدا ثلاثة ستة تساة ها تساة 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 اللي هم العمليات تساة تساة سبعة للمطافي او العكس ثلاثة ستة تسعة الكود الكوني اذا فهمت هذا الكود الكون سيصبح مثل مصباح على الدين تمسح عليه اللي تريده بيك طيب وان يبتو واحدة من هذه المدربات خريجة شريعة في حوار معها في حد اللقاءات تقول هذا ذكره الله في القرآن كيف ذكره ويابة التأويلات اللي ما يصدقها جاهل الا ان هذا الرقم موجود موجود في القرآن طيب عندنا رقام ثانية في القرآن ليش ما يبتيها ليش هالرقم هذا يا ابنة واحد اسمه نيكولا تسلا فيزيائي امريكي قديم جدا توفى سنة تلت سمية واحطبة طيب وش نحتاجنا بس ثم دخلوا في عالم التوكيدات او عالم الاكواد الاكواد هذه الاكواد هذه صارت بوابات لدخول الجن ودخول السحر الى جسم الانسان ثم صار مثلا انا ابا ازوج فلانة هالي سموه توأم الشعلة انا اريد توأم الشعلة الخاص بي اروح للشخص هذا المختص بهالامور يقول لي عدني تاريخ ميلادك تاريخ ميلادك ثم يسوي لك كود من تاريخ ميلادك من خلال هذا الكود طبعا مع التوكيدات يعين التوكيدات اكتب 21 مرة و20 مرة اللي اريده وحطي تحت المغدة ثلاث مرات ست مرات تسع مرات وانت ماشي فبهالطريقة استطاعوا ان يغروا الناس بقانون الجذب وفي الحقيقة لن يتحقق لخير شيء وهذا بشهادة من دخل في هذا القانون وبعضهم ترك هالقانون لأنه ما وجد نتيجة بل استنزف أمواله وبعضهم اللي يقول لك والله القانون أثر فيه يعني طلب شيء متوقع الحصول وقال قانون الجذب وحقق لي مثل هو ياسي دورة وظيفة أصلا أنت لو ما قلت هذا الكلام لو ما سويته بيوصلك بيوصلك لأنه متوقع ما رزق من الله سبحانه وتعالى وشيء من هالقبيل ثم ينسبه للأسف لقانون الجذب طيب شهان ما ندخل عن يعني بشكل مختصر كيف يعمل قانون الجذب مشان نفهم أكثر بس قبل هذا ذكرت في الحلقة السابقة أنه بدايته كانت من الشيطان نفسه طبعاً وعي التعليقات قالوا كيف الشيطان يوحي الشيطان يوسوس والله أذكر في القرآن الشيطان يوحي يوحي بعضهم إلى بعضهم زخرف القولي غرورة فأنا بقى نعرف شو سألفت الشيطان مع قانون الجذب نزيل وحينها اللي يعني تراضيين عني ذا نحن يقول لكم الله أنتم تشوت كل شيء الشيطان والشيطان هذا الكتاب هذا الكتاب شو قلنا عنه هو اللي أخذت منه هذه الحرمة اللي هي راواندا بايرون كتابها اللي أنتم مقترين فيه فأنا ما بيبلكم من الصين ولا من الغرب ولا من قطف الشمال الجنوبي هذا الكتاب نقرأ لكم منه هي تتكلم بذلك منهم أستر وجيري هيكس زوجان أمريكيان شوفوا معي اللي بيشتري الكتاب هو الموجود على موجود بي دي اف ممكن ترجعوا له واتتابعون معي طيب إذا هي تكذبني شو دخلني أنا ما ليدخل فيه أحد أمرين إما أنهم يكذبون لأجل أن ينشروا الكتاب هذا بين الناس طيب أو أنهم يصدقون فإن كانوا كذبين فالقانون هذا كذب وإن كانوا صادقين نصيب قانون شيطاني شو تبا اختار وعمل اثنين زي وش يقول الشاعر صفحات ثمانية وعشرين طبعا هم أساسا لأخص لكم حلقة ما قراها كتاب مثل هذا متم خلص طيب هم ساروا عند وحده أسمها شيلة ساروا عندها شيلة هذه مستلبسة بجني أسمه وين سار اسمه أسمه ثيو حتى سامي الجن ما أنا أجانب ما مثل الجن اللي عندنا طيب طبعا تقول دعينا بعد ذلك مباشرة إلى غرفة نوم جميلة حيث كانت تضع ثلاث كراسي نوم جلسوا معها شرحت لنا المساعدة أن الشيلة تنوي الاسترخاء يعني تستحضر الجان زاروا بيضربها هنا وأن تحرر وعيها عند إذن ثيو ذو الوجود اللامادي سوف يخاطبنا نحو الجن نعم وعندما يحصل هذا سنكون أحرارا بالحديث عن أي شيء استلقت شيلة على حافة السرير على بعد أقدام من حيث كنا جالسين تنفست بعمق حالا صوت غير عادي قال مقاطعا إنها البداية أليس كذلك ألديكم أسئلة؟ سريع اتصال بلوتوث مهم استرخيت حالما خرجت يقول كنت أعرف نوعا ما أن شيئا ما مختلف كثيرا عن شيلة كان مصدر هذه الأجوبة الرائعة المهم فأثناء الحديث أنا سألت ثيو ثيو هذا الجني اللي عند شيلة كيف بإمكاننا أن نحقق أهدافنا بفاعلية أكبر؟ جاء الجواب بالتأمل والبراهيم ذكرت بعد ذلك سألناها هل بإمكانك إعطائنا إثبات يكون ذو قيمة لنا لنستخدمه؟ قال أنا أذكر اسمك أرى وأجذب إلي عبر الحب الإلهي إلى آخر كلماتها ما نحتاجها طيب سألهم هل ترغبان بمعرفة اسم مرشدكم الروحي؟ لم أطلب ذلك على الإطلاق تقول زي قال ثيو قلنا نعم لو سمحت هل بمقدورك إخبارنا عن اسم مرشدنا الروحي؟ فالأخير تقول عدنا إلى المنزل لقد تذكرت تعليمات ثيو اجلسي في غرفة هادئة ارتدي منابس مريحة ركزي على تنفسك طبعا حتى يستحضر الجان اللي هو وضعه فيها صفحة 33 أغلقت عيناي قمت بإحصاء تنفسي شعرت بالخدر في قمة رأسي حتى خمس قدمي قمنا بضبط مؤقت خمسهر دقيقة لكن هذه المرة شيء ما أو شخص ما بدأ يتنفس في جسمي ثم تقول ولكني أعرف الآن أني قد جربت أول اتصالي مع إبراهام إبراهام اللي هو الجنة اللي كان معها الشيطان ولذلك قررت أنا وجيري ممارسة التأمل خمسهر دقيقة كل يوم طبعا إذا نأقرأ باختصار صفحة اللي بعدها صفحة 34 أخذ جيري دفتر تقول صرخت جيري إن أنني ألفظ حروفا بأنفي أخذ جيري دفتر ملاحظاته بسرعة وبدأ يدون ما كان يكتبه أنفي في الهواء أنا أبراهام أنا مرشدك الروحي عندئذ شرح لنا إبراهام بأن هناك الكثير منهم مبواحد قبيلة وهم يشيرون لأنفسهم بالجمع لأنهم وعي جمعي شو معنى؟ شرحوا في البداية أن الكلمات أنا أبراهام قيلت من خلالي فقط لأن توقعي لمرشد الروحي كان مفردا ولنقتبس قول إبراهام إبراهام ليس وعيا مفردا كما تشعرون في أجسادكم بل إبراهام وعي جمعي عندما يطرح أحدكم سؤالا يوجد العديد منها العديد بالنقاط الوعي لأخر كلاما ثم نأتي الآن ل تقول لقد شرح إبراهام صفحة 35 لقد شرح إبراهام حينها بأنهم لا يهمسون في أذن الكلمات التي يعيدها الآخرين بل يقدمون مجموعة من الأفكار كإشارات الراديو التي أتلقاها على مستوى اللاوعي ثم أترجم الأفكار ثم تقول في آخر الصفحة صفحة 35 في إحدى الليالي شعرت بإحساس قوية تحرك في يداي وأصابعي وبدأت يدي بالنقر على صدر جيري بينما كنا نستلقي في السرير ونشاهد التلفاز ومع استمرار يدي بالنقر شعرت الآن انتبه معي لقول أنت وين تيبوها الكلام كلامها بروحها تقول شعرت بدافع كبير للذهاب للآلة الكاتبة وما أن وضعت أصابعي على لوحة المفاتيح حتى بدأت يداي بالتحرك بسرعة أعلى وأسفل الحروف وكأن هناك أحد ما يعرف هذه الآلة جيدا ويحفظها عن ظهر قلب ومع نقر يداي على كل حرف ورقم مرارا وتكرارا بدأت الكلمات تتجلى أنا أبراهام مرشدك الروحي أنا هنا لأعمل معك إني أحبكم وسوف نكتب كتابا معا إلى آخر ما هذا الكتاب والذي بعده كل كتبهم ذلك إذا تفتحها أنا شو تقول هي قال إبراهام مش اللي وتتكلم عنه يقول عالمكم عالمكم شوف مثلا علم الخلق المتعمد نريد مساعدتكم في الإدراك المتعمد للأشياء التي ألهمتها بيئتكم فيكم فالكلام كله من جني لإنسي طيب وشوف أنت بس الفهرس حتى تعرف مدى التخبط وفساد الاعتقاد في هذا الكتاب أنت حقا من يصنع واقعك كيف لي أن أصل لهناك من هنا طيب قانون الجذب القانون الأقوى في الكون أنت مرسل ومستقبل للترددات طبعا هنا لما يتكلم عن ذبذبات هذا جماعة الطاقة اللي عندنا يتكلم عن ذبذبات وفيزياء كم كلما يوبنا الكتاب لا فيزياء ولا كيميا ولا غيرها طيب طبعا يتكلم عن قضية الخالق وقضية الاتحاد بالكون وغيرها أمور كثيرة جدا تحتاج إلى حلقات طيب هذا الكتاب الأساسي شوف معي الكتاب الثاني المال وقانون الجذب وتؤكد على نفس الموضوع هي نفسها المولفة هي نفسها نفسهم طبعا هناك فلوس مزين جماعة أبو بيزات نفس الموضوع فيه موضوع أبراهام مصرين عليه طبعا تقول هنا أن هذا الكتاب المال وقانون الجذب هو الكتاب الثاني من أربعة كتب في قائمة كتب قانون الجذب منذ عامين سابقين أصدرنا كتاب قانون الجذب أسس تعاليم أبراهام وين هي تتكلم عن القصة طبعا هنا تتكلم عن قضية واحد ثاني بعد راحوا عنده وشافوا عنده بعد كائن روحاني ثم بعد ذلك من خلال سلسلة لحدات تصادفية مهم في عام 85 بدأت هذه الظاهرة مع أستر اللي يقول أنها الأمر يديد يعني 1985 يمكن القول بأن ذلك سوف يجد بالأجوبة لفهم أفضل قوانين الكون جلست مع أستر ومعنا مسجلة وأخذنا نغرق أبراهام بمئات الأسئلة في عشرين موضوعا خلال عقدين أصبح ملايين الناس أكثر وعيا بتعاليم أبراهام إلى آخر كلامهم ثم قال ومن ثم منذ حوالي عامين سابقين فاتحتنا بالحديث منتجة في التلفزيون السترالي اللي هي بايرون طالبة مننا الإذن لها بإنتاج سلسلة تلفزونية حول عملنا مع أبراهام وسمت المنتجة فيلمها بالسر The Secret وأبرز الفيلم العقيدة الرئيسية لتعاليم أبراهام قانون الجذب إلى آخر كلام الله نستحر الحين هذا الكلام أمامكم إخوان الأفاضل من كتبهم يقرون أن الذي كتب هو من الشيطان وهذا قد ذكره الله في كتابه وجاءت فيه بعض الأخبار يعني يقول الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ها يعتبر رأي من الجن يعني مع هذا المتلبس فيها الشيطان فأتاه هذا عمر بن لحي سيد خزاعة جاءه الجن يقال له أعجل السيرة واضعنا من تهامة بالسعد والسلامة ائتي جدة تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب وادعوا العرب إلى عبادتها تجب طبعا حتى كان الجن اللي عندهم كانوا فصحاء كل الجيل له الجن خاص فيه فدخلت عبادة الأصنام جزيرة العرب بوسط هذا الشيطان الرجيم جاء عند مسلم في مقدمته إمام مسلم في صحيحه في المقدمة عن عبد الله بن عمر قال إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا وفي رواية يفقهون الناس في الدين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث سبحان الله شيء قديم جدا أعمر من الحقيق قبل الإسلام نعم قبل الإسلام نفس الموضوع فالشيطان ما يستبعد أبداً أن يعين الإنسان على الشبهات وعلى نشر الضلال لأن إبليس أقسم بالله قال فبيعزتك لقوي أنه مجمعين الشيطان ما يردك خير بل حتى لما حصلت بيعة العقبة الثانية أو الأولى جاء الصحابة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من اللي صرخ فيها القريش؟ بليش؟ في غزوة بدر والله ذكر هذا في القرآن إذن هذا موجود أن الشيطان قد يتدخل موجود فلا تستغرب أخي الفاظل لأنك أنت متأثر بجانب معين من الأنيمي فلا يصير لا يصير المفروض أن يشوف أنيمي عادي عندها الموضوع ندخل على شوه قانون الجذب لأنه وائد ناس يقولون أنه هو حسن ظن بالله ودعاء ليش مكبرين الموضوع فأنا بنعرف قانون الجذب بالضبط شوه من كلامهم قانون الجذب أولاً يقوم على أساس أن الإنسان إذا فكر في أي شي ويرغب في الحصول عليه فإن الكون مسؤول عن تلبية هذا الطلب فقط لا تتعب عمرك وجود الفكرة في راسك مع الإحساس والمشاعر في النفس هذا بروحه يستجلب لك اللي أنت تريده غير أو شر يقولون بمقدور الإنسان أن يجذب إليه ما يريد من خلال ضبط تردد موجات عقله طيب كيف يعملها القانون الحين نحن بسيء معاك في زالفة أهل العلم مما يشرحون المثل هذا المثل طبعاً أخواني المستمعين رجاء أنتو لما تقرؤون تريدون معرفة الحق بيعرف الحق نزل الكتاب الإنجليزي الكتاب الإنجليزي ليس ملعوب فيه كتب الترجمة ملعوب فيها وأنا جلست وقارنت صفحة صفحة تقريباً وصلت إلى نصف الكتاب وجدت مفارقات ما بين كتاب المترجم وما بين الكتاب الأصول غيرون كلمات غيرون كلمات مثل يعني مثل كلمات الكون لما يقولك اسأل الكون أنت الآن المسلم يقولك اسأل الكون شو تقول شرك بس أنا أقولك أرسل سؤالك إلى الخالق ودع الكون يتولى المهمة طيب أنت الخالق كلمة كلمة الخالق عندي أنا وإياك هو الله سبحانه وتعالى طيب الديانات الثانية ده الكون هنا تركز راوندا في كتابها الأصل على أنك أنت خالق وهذا تخلق أفعالك وتخلق مستقبلك وتخلق حاضرك تخلق الخلق فلذلك تجد أنت خالق في الكتاب الأصلي طيب يجيك واحد قال أضع ذكر في القرآن تبارك الله حسن الخالقين شو المشكلة أنت خالق هذا نتيجة الاستماع للشبهات لما تريد تقرأ القرآن أفهمه بأدوات فهم القرآن الكريم ما تفهم على ما تريد أنت أذكر من باب الطرفة باستطرفة حقيقية كنت جالس مع رمعه وشاب وكنا أيام الجامعة فيقول دخلت محل يا أخي وشفت فيه بنت كان يتغزل في البنت يوصفها قلت لي أخي ما يجوز لك كيف تصف في البنت وتتغزل فيها وتتطالع قال كيف يا رب العالمين أمر بهذا القرآن عجيب وين قال يقول الله عزيزي في وصف المية تدبرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك بقينا عذاب النا أحيان الآن النظر في النساء تدبر فشو كيف فهمه هو قال هاي أليس من مخلوقات السماوات والأرض طبعا مثل هذا لابد تعطي ضربة قوية شوية فعطيت السؤال زي ما ضربني ما ما بقوله طيب آخر قال يقول أنت ليش تنكرون علينا المغازل موجود القرآن الكريم كيف جعلناكم قبل شعوبا وقبائل تعارف 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 يعني مغازل عنده وحاك ذاك الحلاك حطي وجوه يوم إذن ناعمة عراحت كل أن يفسر القرآن على هوا ما ينفع أخي الفاضل تبارك الله وأحسن الخالقين لها معنى يفهم من الصياق الآية القرآن الكريم أو النص الشرعي له ثلاث دلالات يفهم من خلالها أولا حقيقة شرعية ثانيا حقيقة عرفية ثالثا حقيقة لغوية فأنت لما تأتي الآن قول الله تعالى كتب عليكم الصيام لا تأتي تقول الصيام لمساك فمطلق الإمساك يعتبر صيام حتى لو أمسكت عن الكلام أنت صائم أقولك لا سامحني هذا المعنى اللغوي غير مراد هنا هنا نريد المعنى الشرعي وهو الامتناء عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر لغروب الشمس بنية الصيام هنا المعنى شوه؟ الشرعي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة المقصود بها المعنى الشرع لكن لم يقول وصل عليهم فإن صلاتك سكان لهم هنا بمعنى اللغوي وهو الدعاء فالذي يعطيني المعنى هو أحدى الحقائق الثلاث من يفهمها؟ اللي يقرأ بتدبر الذي عنده علم في كتاب الله وفي التفسير فتشوف واحد ما يعرف يقرأ حتى سورة البقرة ويقرأ حتى جزء عمه كامل بطريقة صحيحة يقول تبارك الله وحسن الخالقين يدل على أن هناك مخلوق غير الله أن هناك خالق غير الله أخي الفاضل رجع للتفسير كلف عمرك رجع للتفسير هنا ذكر الله عز وجل الخلق بمعنى الصنع والخلق ينقسم عندنا نقسمين خلق من عدم وخلق تكوين خلق من العدم لا يمكن ولا يوجد إلا لله سبحانه وتعالى ولئن سألته من خلق السماوات الأرض يقول إن الله ما في حد يخلق غير الله سبحانه وتعالى خلق التكوين والصنع قد يحصل وهنا المشكلة عندنا أن يسمع الشبهة ترسخ في ذهنه مثل ونفخت فيه من روحي شو قال أنت فيك جزء من إلهية الله يا أخي الفاضل نفخت فيك من روحي ليس المقصود روح الله عز وجل غير المقلوقة لا بإجماع العلماء من بعد من زمن صحابة إلى اليوم من الأرسلنا والجماعة الروح اللي فيك مخلوقة وليس تروح الله سبحانه وتعالى طيب لماذا قال روحي نسبة تشريف مثل عبد الله مثل عبد الله مثل بيت الله مثل ناقة الله وسقياها بس الفهم الخاطئ هو اللي يخليك أنت تنحرف في الاعتقاد وين وصلنا؟ وصلنا كيف يعمل قانون الجذب بتقال الشيخ عشان ما نطول عن الناس داخل نحن نطول نطول عليهم نطول عليهم استاهلون استاهلون جماعة عزلت بعد حصل حد بانتقدنا هيا يقول لك ليسبك يحبك طيب طبعا أنا ببدأ من عند كيف يعمل قانون الجذب طبعا أنا لأن ما عندي نسخة للإنجليزية فحولتها عن زال الله خير الشيخ سعود فتابع معاي انته كيف تستخدم السر طبعا في الأصل اللي عندنا صفحة 45 في عندي في كتابي هذا صفحة 55 هنا يقول أنت مبدع وثمت عملية إبداع سهلة باستخدام قانون الجذب هذا اللي ذكرنا منذ قليل اللي هو تسهيل عملية الجذب هنا مكتوب أنت مبدع هنا مكتوب You are a creator أنت خالق أو صانع بكثرة طيب شوف معاي هنا صفحة اللي عقبها والآن في الوسط والآن لنأخذ هذا المجاز ونطبقه على حياتك تذكر أن علاء الدين هو الشخص الذي يطلب على الدوام ما يريده ثم إن الحياة باتساعها هي الجني شو مكتوب عندك ثم لديك الوسط في الوضع هي جني جني صفحة 46 عندك بيقولك إن الكون هنا بدال كلمة الحياة في الأصل الكون ثم لديك الكون نعم طيب شوف معاي العملية الإبداعية صفحة اللي الثانية اللي بعدها طيب يقول إن العملية الإبداعية المستخدمة في السر والمستلهمة من كتب الحكمة القديمة هنا مكتوب بايبل مأخوذة من العهد الجديد في النسخة الأصلية اللي عندك بالانجليزي مكتوب فيها والتي تم أخذها من العهد الجديد في الكتاب المقدس طيب في خطأ الآن وقعت في تناقض لأنها في البداية ماذا قالت الكلمة اللي قلت لكم إياها من شوي أن هذا أن هذا القانون موجود قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد صحيح ما ريد نضولي ياكم طيب الخطوة الأولى باختصار أولا قبل أن نقرأ عندنا ثلاث خطوات لتطبيق قانون الجديد أطلب آمن تلقى نشوف شو قاله في أطلب الخطوة الأولى هي أن تطلب اجعل طلباتك واضحة في الحياة وصمم على ما تريده وستجد أن حياتك تتغير ليتحقق ما تريده عندك أجعل الكون أسأل أو أطلب الكون أجعل الكون يعرف ماذا تريد الكون يجيبك يلا وشو مكتوب عندك أنا مكتوب عندي اجعل طلباتك واضحة في الحياة وصمم على ما تريده وستجد أن حياتك تتغير ليتحقق ما تريد هذه نسخة 2023 نسخة 2008 موجودة على الانترنت يقول وجه طلبك النسخة المترجمة أتكلم وجه طلبك للكون ودع الكون يعرف ما تريده ولسوف يستجيب الكون لأفكارك بإذن الله هذا اللي مكتوب بالإنجليز كان شوي إنسان دقيق في الترجمة إذن الآن الآن آلية عمل قانون الجذب أخوان المستمعين حسب ما سمعتم في النسخة الإنجليزية والنسخة المترجمة 2008 أن السؤال يوجه لمن الكون طيب والمسلم يعتقد أن السؤال يوجه لمن الدعاء والسؤال غير الله سبحانه وتعالى ما حكمه شرك بالله إذا سألت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فاسأل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة سيتقلون جهنم داخلين فلما نحذر من هذا الأمر هو بعبث لأن الجماعة يدعونك لسؤال الكون والكتاب كله في تعظيم الكون وتأليها طيب هم الشيخ يقولون أن هذا قد يقولون أن نقر أن هذا كلام باطل ونحن عدلنا عليه نسوي حسن ظن بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى سين أخوي عندك دعاء ما تبقى قانون هندوسي أو قانون مبني على عقيدة فاسدة وتبقى نسق عليه تعدل عليه عندك عبادة شرق الدعاء من أعظم العبادات الدعاء هو العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل ما ظل من ظل من أهل الشرك إلا في باب الدعاء فكيف أنت تجازف بهذا الباب ولذلك لما تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يوجه الدعاء يكون له وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد ومن وقع في الشرك من السابقين وقعوا في باب الدعاء سبحانه وتعالى نسأل الله السلام والعافية طيب هذه الخطوة الأولة هل نطلب الكون نعم أقلب الصفحة عندي صفحة 48 سابق 2 يقول هنا عند دكتور جو فيتان يقول لك هنا ودورك أنا أقرأ الآن في آخر سطر من كلامه ودورك هو أن تعرف طلبك جيدا وستجد أن حياتك تتوافق مع ما تريد الأمر حقا بهذه السهولة وش عندك يقول الشعر شعر يقول برايان أنت تحط طلبك في الكون بها السهولة هذه نسخة 2008 المترجمة دورك هو أن تصوغ طلبك من الخالق والكون سوف يتولى المهمة الأمر حقا بهذه السهولة شوف اختلاف النسخ في هذا الموضوع حسين حقا في مخطوطها طيب يقول لست مضطرا لأن تطلب مرارا وتكرارا اطلب مرة واحدة فقط خلاص الكون سيتعرف على ما تريد بسألكم أن هذا الأمر بالله عليكم يصلح أن يكون في الكون الكون سيعرف ما أنا أريد من طلب واحد لا دون ما أتكلم بس فقط أركز واتخيل وأشعر وامتن يعني شوي قليل من الفهم طيب هاي الخطوة الأولى اللي هي أطلب طيب الطلب هنا شي يقول لك بعد هم طبعا حتى في كتاب صلاح الراشد وغيرها شي يقول يوم تطلب كون واضح في الطلب أطلب حدد ما تريد طيب ولا تطلب ما لا تريد شو يعني يعني أنا أريد أكون سعيد لا تقول أنا لا أريد أن أكون حزينا لا أنا أريد أن أكون سعيدا طيب هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصف الأدعية تعوذات اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجاء اللهم أني أعوذ بك من الهم والغم والأدعية كلها تعوذات هذا خلاف ما نحن تعرفناه في الأدعية هم يقررون أنك فقط سل الأمر بوضوح وحدده تفصيلا القرآن الأدعية النبوية جاءت بجوامع الكلم تلما تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه الحسنة يقولها العلم تشمل حسنة الدنيا كلها وفي الآخرة حسنة تشمل حسنات الآخرة كلها يقولك لا حدد تفصيلا كأنك تناجي شخص أو تنادي جهة لا تعلم ماذا تريد طيب لست مضطرا لأن تطلب مرارا وتكرارا السنة عندنا أن الله يحب الملحين في الدعاء السنة جاءت بالإلحاح بالدعاء طيب الخطوة الثانية آمن آمن بماذا آمن باختصار أن الكون سيلبي طلبك وليس أن الله سيلبي طلبك طيب الخطوة التالية هي أن تؤمن آمن بأن الأمر سار ملك يديك فعلا طيب عند كلمة روبرت كولير شفتها في اللحظة التي تطلب فيها وتؤمن وتعلم بأنك تحظى بالفعل في الغيب بما تريد تجد أن حياتك تتغير ليتحقق ما تريد في العالم الواقعي 49 عندك مكتوب الكون سيلبي طلبك لتحركها لتعطيها إلى المنطقة غير الكلام المكتوب شو مكتوب؟ فسر لي يعني الكون كله بتحرك أو بيميل لأنه يعطيك اللي أنت تبايا نعم هذا التفسير بيكون في الغيب لما أنت تفكر فيه الكون بيبلك يا للمشاهد نعم يقول معنا الكلام يتحول الكون بأكمله لإحضاره لتاله إذن أنت لازم تؤمن بهذا فلما يأتي يعراب الطاقة ويقول لك تؤمن بأن الله عز وجل سيسخر لك الكون عرف أنه في لفة دوار طويلة شوي مثل واحد في الفجيرة صار السلع اللي هنا يصير مرة ثانية لين الفجيرة لف لك هاي لفة طويلة كلها فلما يقول لك آمن يعني آمن بأن الكون يا جمعة الخير إما نطبق القانون مثل ما هو أو ما نلعب أو نتركه أو نخلناه في الدعاء اللي الله خلقنا وأمرنا فيه طيب هذا آمن شيء بعد فيه من العلوم طيب هاي الآن ثلاث خطوات ولا هاي خطوة الثانية هاي الثانية آمن ايه شوف حتى هنا في الصفحة اللي بعد صفحة ستين بس ما يتقرأ شو يقول تحلى بالإيمان تقول بنت بايرن إن إيمانك بأنك تحظى بهذا الشيء ذلك الإيمان الراسخ هو القوة الأعظم عندك طيب صفحة اللي بعدها الدكتور جو فيتان يقول ستعيد ترتيب أوراق حياتك لتجعل الأمر ممكن للحدوث بالنسبة لك الكون هو اللي بيعيد صياغة نفسه وهذا اللي فيها السنسخة 2008 مترجمة سيبدأ الكون في إعادة ترتيب نفسه لتحقيق ذلك لك حلو وطبعا مما بعدها نفس الموضوع دع الكون اسمع للكون كله في الكون طيب يقول أطلب مرة واحدة طبعا صفحة 63 أطلب مرة واحدة خطوة الثالثة تلقى خطوة الثالثة تلقى فيقول أطلب مرة واحدة وصدق وصدق أنك تلقيت ما طلبته وكل ما عليك القيام به لكي تتلقى ما تطلبه وأن تحس شعورا طيبا وين العمل هذا يبني فيك الكسل يعني بس أنت رتاح وحط راسك على المخدة وريول على ريول حط استحقاق أنا أستحق أن أكون عندي مليون درهم في حسابي أستحق شكرا لك أيها الكون هذا يسمون الامتنان شكرا لك ما حتى الشكر مش لله زين حتى لو قلنا شكر لله الآن أنت أسأل الكون وشكر طيب ثم بعد ذلك بس في البيت يارس وين الشغل وين العمل هذا يدعوك إلى عدت من ناحية العقلانية هذا ما ينفع طيب عند الصفحة 64 هذا يقول اذهب واختبر قيادة تلك السيارة طبعا اللي انت تبعها اذهب وتسوق من أجل ذلك المنزل يا جماعة الخير وش حاشرين الدول نبا بيوت نبا بيوت ما يحتاج قانون بس انت تتخيل أنه عندك بيت اسمعش يقول لك بوب يقول اذهب وتسوق من أجل ذلك المنزل طيب وش اشتري روح اشترى الهار طيب وين البيت بيه إن شاء الله ادخل البيت قم بما يتطلب الأمر القيام به أيًا كان من أجل أن تولد مشاعر امتلاك ذلك الشيء المنشود الآن يعني طوف على أي بيت ينبنى وادخل فيه وتأمله طيب وش تبقى أنا نقول يا دكتور يا أستاذ سعود زين هنا طبعا الجماعة اعترفوا صفحة 65 يعني قالوا الكون الجماعة كان وافق هنا موضوعين الدكتور جيو فيتال يقول الكون يحب السرعة لا تتباط لا تفكر مرة ثانية ولا تتشكك من تروح حق حد جماعة الطاقة يقول أخي ما تنفذ يقولك تشكيت صفحة 56 عندك يقولك ثق بغرائزك إنها الإلهام الموجود داخلك مش يقول عندك وين هذا صفحة 56 سطر الأول الثاني الثالث ترس 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 الكون الذي سيلهمك جميل صفحة الكون هو الذي يتحدث معك صفحة 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 تحت كلام جاك كان فيلت يقول تحلى بالثقة كن على يقين وإيمان وش يقول عندك صفحة 50 ثق وين أي سطر آخر شيء بفقرة الأخيرة ثق في الكون هيا سيضرب مثال على السيارة أظن 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 على السيارة هذا جاك صفحة 57 جاك كان كامفيلد آخر شيء تحت أظن فقرة الأخيرة فقرة الأخيرة تحق الكون تحق و تحق و تحق لا أعرف كيف سأعطي المعرفة كيف قاليته؟ سؤال الكون وجه سؤالك للكون طيب اثنين؟ الكون يعظيك آمن اعتقد أن الكون سيعطيك ثلاثة تلقى قلوا لأمثلة لأمثلة تبقى تشيك بفلوس بس تحطها قدامك تبقى تخسر وزنك ما يحتاج تسوي ذك دايت وتسوي هذا فيمتو أو شمه فيتو وكيتو وشمه هذا ما يحتاج تسوي كل هذه الأمور أي شو يسوي؟ يبقى الوزن وحط لك لزقة عليه مكتوب عليها وزن مثلا وزني حين مياه أبا أنزل لسبعين اكتب سبعين يقول لا توزن أصلاً أنت بس تخيل روح اشتر ملابس لوزن سبعين ما مكتوب هنا روح اشتر ملابس لوزن سبعين طيب وكل شاب لا كله راحتك والله أن هذا أفضل شيء عجبني فيه أنه قال لي كله على ما تبقى أنا دور حد يقول لي هالكلام الطيب طيب فللأسف الشديد أخواني الأفاضل هذا القانون هذه صد صفته قانون وثني يدعوك إلى سؤال الكون وانتظار الإجابة من الكون ويجبرك على الإيمان والتصديق بذلك بعدين بتقول ليش تنتقدون الجماعة وشيديت طيب هم يقولون الكون شو يقصدون شو حقيقة الكون جميل حلو لما يقول لك الكون والكون شو المقصود بالكون عندنا الكون على فكرة الآن حلو تسأل أي إنسان شو الكون السماوات والأرض والأفلاق عندنا المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى طيب هذا الكون عند المسلمين طيب الكون عند غير المسلمين توقع الكون عند كل حتى هذا شيء خلال دا دا عند جماعة تم غيرها توقع يمكن هذا عندنا ثيتا هيلينغ ليفيانا استيبال يمكن بعد نطقته غلط مش مشكلة يقول ثق بالخالق اعمل على بناء ثقتك بأن الكون سيجمعك بتوأم روحك من الخالق إذن الآن؟ الكون أنا أعطيك بس كمثال طيب إذا ترجع لي الديانة الهندوسية وكتبهم موجودة أو الديانة البوذية ستجد أنه عندهم اختلاف في الكون في من يقول أن الكون عبارة عن امتزاج بين الينغ واليانغ ومن الينغ واليانغ حصل الفيض منهم من يقول أن الكون عبارة عن ثلاث آلهة كما هو عند الهندوس أكثرهم أبراهام ما أعرف سيد اسمه فشنو وغيره ندهم من الأسماء العجيبة طيب وبعدين إذن أي كون نريد؟ يعني يقولون الكون يقصدون الآلهة الآلهة أو الطاقة إذا نحن نريد نرجع الآن سنرجع إلى الكون اللي هو وحدة الوجود وهذا اللي نص عليه كلهم كل اللي حن ذكرنا أسماءهم كلهم يقولون بوحدة الوجود وبإلهية الكون وإلهية الذات البشرية أما الكون عند المسلمين السماوات والأرض والكواكب والمجرات والشمس والقمر هذا مخلوقة ما تستجيب لأحد ولذا قال الله عز وجل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريكم من آياتك إذن الآن رب العالمين في هالآيات ذكر الكون ذكر الليل ذكر النهار ذكر الشمس وذكر القمر وذكر البحر وأثناء ما يذكر هذا شو قالك؟ قالك أعبده ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أن تعلق قلبك ودعائك بالذي يدبر أمرك من هو؟ الله سبحانه وتعالى تعال معي إلى الكون الكون أعطوه صفات الخالق وطلبوا من المخلوق أن يتعامل معه على هذا الأساس يعني كتاب السر صفحة خمسة وثمانين طبعة ألفين وثمانية شوف هنا خمسة وثمانين طبعا هنا شوية متغير شوف بما يصفون الكون صفحة هنا عندي طبعا لديها خمسة وتسعين يقول الكيفيات أخلا بالمترجم الكيفيات تتسع باتساع الحياة فالحياة دائما لديها أقصر الطرق وأسرعها وأنجحها واكثرها تناغما هذا مش هو اللي في الكتاب الفين وثمانية خمسة وتسعين لا طبعا عندك غير اختلف في سنة اللي هو في الكتاب عندك خمسة وثمانين المترجم أقصد المترجم المترجم أو الإنجليزي؟ من اللغة العربية مكتوب في الكتاب المترجم الكون الذي يعلم دوما أقصر الطرق وأسرعها وأنجحها وأكثرها تناغما بينك وبين حلمك بالله عليك الكون هذه صفته؟ مكتوب في الكتاب المترجم لما عراب الطاقة يقول لك اضبط ذبذباتك مع ذبذبات الكون النازل يعطيك نازل والعالي يعطيك هداف عالية إذن الكون هذا ما صار شمس وقمر صار شيء له ذبذبات طيب إذا قلنا شمس وقمر وكواكب ما شو الذبذبات؟ وين الذبذبات صادرة من أي واحد مننا؟ طيب لم أقول قدم امتنانك للكون قدم أنك لازم تعطي توكيدات للكون إذن ما صار الكون متنوع صار الكون شيء واحد هذا كله يدلك على ماذا؟ على أن الكون ليس المقصود به السماوات السبع والأراضي لا الكون المقصود به في هذه الكتب وفي هذا العالم هو الإله وحدة الوجود شاءوا أم أبوا طيب طيب شيخ دعنا في النهايات نتكلم عن أبرز المخالفات الشرعية وأظن هذا أهم محور بيكون في الحلقة عشان نتثقى فنبتعد عن هذا الأمر زين أساس الحمان طول عليكم زيادة على الأمر أولا نحن لازم نعرف لابد أن يعلم المسلم أن اللي يستجيب للعبد في سؤاله وطلبه هو الله سبحانه وتعالى لا يجزلك توجيه طلبك إلى كائن من كان ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا إذا طلبت ولد أو طلبت زوجة أو زوجة أو رزقا أو صحة فلا يجوز لك أن توجي سؤالك إلى ملك ولا نبي ولا غيره قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجدون فالمسؤول هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يجيب قال الله عز وجل وتأملوا معي لهذه الآيات ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له طيب إذا الآن النداء من نوح المخاطب والمدعو الله والاستجابة من الله قال الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له الاستجابة من الله سبحانه وتعالى فكشفنا ما به من ضر ثم قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نادى من دع الله أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له إذن القرآن الكريم واضح الذي يستجيب الدعاء والطلب أيا كان هو الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لك الكون ولا غيره وتأملوا معي هذا الحريث الصحيح القدسي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي قال الله عز وجل الحريث القدسي يا عبادي كلكم ظالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عارين إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أتقل البحر فالسؤال كله يوجه إلى الله الطلب كله يوجه إلى الله والله هو الرزاق هو الشافي هو النافع هو كاشف الضر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس وش قال له إذا سألت فاسأل الله ما أرشده إلى سؤال الكون جاء أعرابي أعرابي بديوي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله أو عليك السلام يا رسول الله قال لا تقول عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال نعم أنا رسول الله شوف كيف الآن كيف يوجه للعقيدة الصحيحة الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك على قحت وشدة وإن كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك إذن الطلب يوجه إلى من؟ إلى الله والاستجابة من الله ولم يوجهه لسؤال الكون نظرية أو قانون الجذب فيه مخالفات كثيرة جدا تتعلق بالإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته ولها تعلق بالإيمان بالقضاء والقدر طيب يحتوي قانون السر والجذب على سؤال غير الله سبحانه وتعالى هل جماعة حين المال وقانون الجذب طيب الفلوس عند من والرزق عند من؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء والرزق عموما عند رب العالمين ومن أسماء الرزاق يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ جواب لا طيب في قانون الجذب يتم توجيه السائل لسؤال الكون لطلب المال والثروة كمثل هالكتاب المال وقانون الجذب طيب ترد ولد وذرية قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير طيب شفاء الصحة والعافية يكون لله سبحانه وتعالى هو رافع الضر وكاشف البلاء قال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطعمني ويسقين وإذا مارضت فهو يشفين شو قال لك جماعة عرابي الطاقة عندنا شو قال وإذا مارضت إذن نسب المرض إلي إذن أنا أجلب المرض لنفسي طيب يشفين الآن أنتم تقولون أن المرض والصحة أنت تجلبه لنفسك طيب هنا قال وإذا مارضت أنت تقول خلاص أنت جبت المرض لنفسك يشفين إذن مش أنت شافي الله سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا لجهلكم بطريقة القرآن الكريم هذا من الأدب مع الله في الطرح فأنا لما أذكر الأمر الذي فيه شدة وعنت لا أنسيبه إلى الله سبحانه وتعالى أنسيبه لنفسي لأن الله لا ينسب لي الشر والمرض شر بالنسبة لي أنا لكن في مفعولات الله ليس بشر جاء في الحريث والشر ليس إليك فكل أفعال الله مبلي على الحكمة ولكن لما أصبت به أنا بسبب التألم والألم اللي صابني صار بالنسبة لي ابتلاه شر لكن اللي ما عنده فقه لكتاب الله ما يستطيع أن يفهم الفهم الصحيح جالب النفع عموما رافع الضر عموما هو الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير هو على كل شيء قدير وقال تعالى ممكن على المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هذا الأمر الأول المخالفة الأولى قانون الجذب فيه سؤال لغير الله ثانيا قانون الجذب يعلق قلوب العباد بغير الله دعاة قانون الجذب العرب إلى طفون الجو يقولك أنت سأل الله والكون يجيبك طيب أنا قلبي سيتعلق بمن بالكون بمن يجيبني فلما يقول لي والله أنت أضبط ذبذباتك مع الكون أن توجه استحقاطك للكون أن توجه امتنانك للكون طيب وين رب العالمين في الموضوع فأنا سأهتم بالكون وهذا سمعته بأذني من بعض الأخوات اللواتي دخلنا في هذا الجانب تقول والله تركت الدعاء وتركت التوكل على الله واعتمدت على قانون الجذب بإذني سمعتها تتكلم بهذا الجانب طيب الأمر الثالث المخالفة الثالثة في قانون السر والجذب تعظيم للذات البشرية يصل لدرجة وصفها بالألوهية فيعتبرون الإنسان إلها شوف لي صفحة 164 فالنسخة الإنجليزية 164 طيب وين لما تقول أنت صاحب قدرة مطلقة وحكمة ليس لها حدود في النص في النص تقريبا أنت صاحب قدرة مطلقة عوذوا بالله عوذوا بالله You are God in a physical body إنك الله في جسد مادي عيدة عيدة مرة ثانية أشي تقول You are God in physical body طيب هذا قانون الجذب كمل You are Spirit in the flesh أنت روح في لحم You are eternal life expressing itself as you حياة أبدية نعم You are cosmic being ما عشو يعني صراحة You are all power You are all wisdom You are all intelligence You are perfection أنت الكمال You are magnificence عظيم You are the creator أنت الخالق and you are creating the creation of you on this planet أنت تخلق نفسك أنت خالق إنك الله في نفس الصفحة إنك الله متجلياً في هيئة بشرية وجدت للكمال إنك الله في جسد مادي لديك إمكانيات الله وقوة لخلق عالمك أنت صاحب قدرة مطلقة وحكمة ليس لها حدود وذكاء لا نهاية عندكم الآن ارجعوا للصفحة 164 وقرأوا هذه الصفحة كلها من أول إلى آخرها تجعلك أنت إله عندك قدرة إلهية طيب كذلك في قانون الجذب تأليه للكون وتأليه للإنسان لنا تعظيم للإنسان تأليه للكون بسبب عقيدك وحدة الوجود ولذلك أنت تشوف محاضرات عرابي الطاقة عندنا العرب تشوف شو عندك رسالة من الكون طيب الرسائل الكونية كيف تحاكي الكون الأكواد الكونية 3, 6, 9, 7 أرقام اللي في القرآن الكريم مثلا سبعة قال لك الله يطوف سبعة شواط صوت فاتحة سبعة طيب أنت تكرر لك رقم سبعة إذن رسالة كونية طيب أنا أصلي خمس صلوات أسمع الفاتحة سبعة عشر مرة وكل مرة سبعة كلها رسالة كونية سنة الله السلام والعافية كذلك قانون السر والجذب يتعارض مع ركن الإيمان بقضاء الله وقدره رب العالمي سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر طيب ما يحصل لك أنت أيها المسلم من خير أو شر من أين يأتي قد قدره الله عليك قبل ذلك أركان القضاء والقدر أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق وممكن ترجع إلى كتب الاعتقاد تفصل لك هذا الأمر قانون السر من السبب في جلب الخير والشر للإنسان يقول عراب الطاقة نحن نجتذب الأحداث في حياتنا فقالون السر يقوم على أن الذي يجلب الخير لك هو فكرك فإذا فكرت في الخير أتاك الخير فكرت في الشر يأتيك الشر وإذا فعل ففعل الخير والشر أو ما يصيبك من خير والشر ليس لنا الله وإنما منك أنت بسبب تفكيرك يقول واحد من هؤلاء القوم من عراب الطاقة وموجود على اليوتيوب يقول ليس الله مسؤولا عن فقرك ولا عن مرضك أنت المسؤول عن هذا والله يوم القيامة سيحاسبك على فقرك وسيحاسبك على مرضك لماذا؟ قال لأن الله أعطاك من العلوم ما تجتنب به الفقر وتجتنب به المرف وأنت لم تطبق وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة يقول آخر القدر تفاعلي يتفاعل مع الإنسان طوال الوقت يمكنك أن تغير قدرك الآن يمكنك أن تغير الكارما طبعا لماذا لا أذكر الأسماء؟ الشيخ سعود قال لا أذكر الأسماء حتى لا يوقفون الفيديو ولا الأسماء موجودة عندي طيب قانون الكارما هذا شوه؟ تعلق بعقيدة هندوسية التناسخ بكرناه في الحلقة السابق من يقدر أن يغير قدر الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب حين أنت تقدر تغير قدرك أبني استدلوا الدعاء ما يرد القدر إلى الدعاء بس هو الدعاء لله القدر لا يتغير ثابت وما في اللوحة المحفوظ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وقد يطلع الله عز وجل بعض الملائكة على شيء من هذا القضاء والقدر الذي يكتب في صحيفة العبد وهذا قد يغير ومن يغيره؟ الله سبحانه وتعالى وليس العبد وليس الأفكار الفكر أبداً لا يمكن أن يغير الذي يغير قدر الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل فموضوع الفقر والغناء متعلق بالرزق الذي قدره الله للعبد كما قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فأنت ما تقدر أنت الله كاتب عليك تكون فقير لن تستطيع أن تغير هذا الأمر بأن تصبح أنت من أغنى الأغنياء لأن الله قد كتب الرزق ووزعه بين عباده طيب فهم بذلك شابه للأسف القول القدرية المنحرفين ليزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه وقد حكم عليهم أهل العلم بالانحراف ووضلها طيب هناك جملة من الشبهات لكن لا يتسع الوقت لذكرها الآن نأخذ ذهمها الشيخ كثيرة جدا للأسف الشديد من أدلتهم يعني يستدلون بقول الله تعالى طبعا هذا عرابهم ماذا يقول مئة دليل عنده عقانون جذب مئة دليل مئة دليل عقانون وثني بس طبعا للعلم هو وغيره من أصحابه يحاربون السنة والذي يثبت السنة يفهمها بفهمه أمس أسمع لم أقطع شي يقول هذا فهمي أنا للإسلام وأنا أعتقد أن الصحابة على فهمي طبعا وآخر يتكلم عن تفسير الآيات القرآنية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لا شيخ ما بنتخل في الشبهة في التفصيل بس أبتكرك بعض الأشياء العامة يعني من أكثر الأشياء اللي وصلتنا أن قانون الجذب هو حسن ظن بالله وأنا عنده ظني عبدي به فلي ظن عبدي به ما شاء حسن الظن بس على اللي ذكرنا التفصيل المشكلة الشيخ أنا أظن شو المشكلة سامحني يعني الخلط يستوي أنهم يسمعون بقانون الجذب بس ما يتعمقون فيه ما يطبقونه مثل ما هو يحسنون الظن بالله ويدعون الله ويسمونه قانون الجذب أتوقع هال مشكلة عند أغلب الناس حسن الظن مرتبط بالعمل وليس مرتبط بالتفكير تحسن الظن أن تعمل وتحسن الظن بالله أن يقبل عملك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل رجاء بدون عمل ما يستقيم من أشهر الشبهات عندهم أن الله عزيزا سخر الكون للإنسان شو قال الله عزيزا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض طيب شوف وين وجه الدلالة الكون مسخر للعبد طيب الله سخر للكون حتى نعيش عليه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى فيه وليس لأجل أن نعبده أن يجيبنا أو نعبده طيب ورب العالمين قال الله الذي سخر لكم البحر لتجرية الفلك فيه بأمره وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون طيب والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إذن الخلق والأمر لمن لله فالأمر لله سبحانه وتعالى والخلق لله عز وجل ثم جاء الأمر بعبادته ودعائه مباشرة بعد هذه الآيات قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدي ولا تسجدوا في الأرض بعد إصلاحها فبعد ما ذكر تسخير السماوات والأرض والفلك أمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى وليس معنى التسخير أن الإنسان قادر على تدبير أمر السماوات والأرض وأنها خاضعة للعبد تلبي طلباته ورغباته بدل كونه بأجمع خاضع لخالقه وهو الله سبحانه وتعالى من أدلتهم كذلك الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة السؤال ادعوا من؟ الله والقانون الجذب كون يجيب سل الكون على كرامهم عرابي الطاقة يقولك سل الله يكذب سل الكون لأن حتى عرابي الطاقة لما يتكلم لك عن يقولك وجه السؤال لله نقطة كون يجيب ثم يعطيك تفاصيل الكون لما أنا يقولك سل الله طيب اضبط ذبذباتك مع الكون وجه الاستحقاق للكون انتظر الإجابة من الكون طيب شو سويت أنت؟ حطيت نقطة ثم فصلت سؤال الله عنه فهذا للأسف من الدجل الحديث أدعوا الله وأنتم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة طيب الإجابة شو هي؟ الإجابة قد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها هذا الإجابة الشرعية بإخبار نبينا صلى الله عليه وسلم دعاءك مجاب لكن ليس كما تطلب أنت قد يعطيك الله ما تطلب قد يصرف عنك من السوء ما لا تعلم أو يدخل لك يا هاي يوم القيامة من أذل لكتم تفائلوا بالخير تجدوه أولا هذا ليس بحديث ثانيا ما قال سلكون قال تفائل شو معنى تفائل جاء في حديث لا طيرة وخيرها الفأل روح البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح طيب ليش ما تكمل الحديث عندما يذكرونها الحديث يسكتون هنا لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم طيب حريث الثاني إذ يستدل في هذا عراب الطاقة لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة فالفأل الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة أو المعنى الذي أراده من كلمة الفأل غير المعنى الذي يذكرونه جماعة الجذب كلمة الطيبة والصالحة وهذا يتعلق بطبيعة الإنسان من حبه للخير والاستبشار كذلك استدل منظر الجذب بأثر عن عائشة رضي الله عنها وفيه ما قال صلى الله عليه وسلم شعرا قط وما أتم إلا بيتا واحدا تفاءل بما تهوى يكن فلقا لما يقال لشيء كان إلا تحقق هذا الأثر حكم عن إلا الباني بأنه منكر جدا لا يصح الاستدلال به حديث تفاءلوا بالخير تجدوه لا يصحوا قال الشيخ للباني رحمه الله بسلسلة ضعيفة لا أعلم له أصلا مبضعيف حتى إذن إخواني الأدلة في هذا كثيرا إذا أردنا نرد عليها تفصيلا وتأصيلا نحتاج بودكاست ثاني لكن أنا أقولكم شيء ما دام علمنا أن هذا القانون قانون مأخوذ من عند ناس عندهم عقاعد وثانية شيء يقول عقل المنطق السلامة لا يعدلها شيء أنا الآن ما أدخل في مكان في شخص متكرون في كورونا بس أسمع أن فلان في كورونا حتى سلام ما أسلم عليه خوفا على صحتي أغلى ما تملك دينك أنا لما أعلم أن هذا الأمر في شبهة تحد عنه من اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام طيب أنت عندك علماء الأمة بيّنوا لك في التفاسير وفي السنة وبيّنوا حاليث النبي سلام وشرحوها فليش تتروح لي عند واحد يدقلك عود تكلم لك عن أمور الدين ولا واحد لا يعرف بدين يقول لك الصيام يجب الصيام على الحائف ويكذب ويقول بالتناسخ تناسخ الأرواح عقيدة كفرية وأنت تصدق هذا ويذكر لك التأمل البوذي الهندوسي وتترك أصول دينك فأعني فكر بعقلك قبل وبدينك وبفترتك ثم نصيحتي لدعاة الطاقة العرب اتقوا الله في المسلمين لا تكونوا مصدر إضلال ووثنية وشرك فإن هذه الأمور تجعلونها في الناس هي أوزار عليكم بعد وفاتكم الدال على الخير كفاعله ومن دعا إلى ضلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شي فاتقوا الله فالذين يفترون على الله على الله الكذب لا يفلحون توعدهم الله بالعذاب الأليم الشديد وغدا تموت وتنتقل من هذه الدنيا إلى القبر والقبر فيه عذاب وفيه نعيم ثم بعد ذلك حساب حظيم عند الله سبحانه وتعالى والله إن الله كما أن الله يغفر الذنوب إن الله شديد العقاب كما أنه غفور رحيم لكن لا يرضى أن يكذب في دينه وأن ينسب إليه ما لم يقل فننتبه لذلك ثم أخيرا علينا أن ندرس الاعتقاد الصحيح الشبهات كثيرة والشبهات خطافة والشبهة سطرين الرد عليها كتاب الشبهة مقطع من دقيقتين الرد عليها بودكاست ساعتين وما أكملنا طيب فاحفظ دينك يقول أبو قلابة رحمه الله أو بن سيرين يقول إن هذا العلم دين فاعرفوا عن من تأخذون دينكم وقال أبو قلابة إن من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك يعني إذا تدين أن يدل على صاحب سنة صاحب السنة يدلك على الطريق المختصر والسنة ما هي هي الصراط المستقيم أنت تقول في كل ركع من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط من صراط الذين أنعمت عليهم من المنعم عليهم ذكرهم الله في سورة النساء من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك رفيقا من النبيين على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشهداء والصالحين منهم العلماء الربانيين الذين عرفوا بالاتباع أهل الذكر وتقرأ كتبهم وتستفيد الآن تأتي للشخص تقول له شو الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان ما يفهمها؟ مصيبة ثم يدخلك في باب الطاقة شو معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ما هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر طيب أنت تحتاج إلى إيمان مجمل وإيمان مفصل أنت إذا بكرة وضعت في قبرك بعد عمر طويل لن تسأل عن طاقة ولن تسأل عن دكتوراه ولن تسأل عن أي شيء تسأل ثلاثة سئلة من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي يبعث فيكم حركة العصر الجديدة تهدم الثلاثة تهدم من ربك وتهدم ما دينك وتهدم إيمانك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فننتبه إلى هذا الخطر العظيم لأن أغلى ما نملك هو ديننا قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم الله عز وجل خير شيخ وياكم الله يحفظكم سامحوني على تشدينا في الرمز شوي الله يبارك فيك ويكتفزرك يا ربي آمين هذا بودكاست رفوف من منتجات مكتب السيديو معكم سعيد الحمادي ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر